تأملات حول التربية تربية الأطفال من منظور رعوي أولا التربية بين التسلط والرعاية يقصد بالتسلط عموما الاستبداد بالرأي أو القرار أو الفعل والمجتمع السلطوي ينتج معلمون ومربيون سلطويين كم للمعلم وفيه تبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولة حتى وإن علمني خطأ ومن علمني حرفا صرت له عبدا والإسلام حررنا من عبودية غير الله وبالتالي ينشأ الأطفال على الخضوع والتبعية للأقوى أي أن كان ويخلت ذلك النوع من التربية التسلط الاجتماعي فهل نحن حقا نريد جيلا من الأحرار إن كان الأمر كذلك فالتربية الحرة لا تتحقق إلا في ظل وجود مجتمع متحرل من التسلط إيربيستر 1994 والرعاية هي العناية وتوفير المناخ الصحي والسبل لحياة صالحة فالحة نظيفة جميلة وهي أساس التربية قال الله تعالى في محكم آياته إذ قالت امرأة عمران ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم قال عمران 35 ولاحظ كلمة محررا فمن أي شيء تحرره امرأة عمران ما في بطنها وهي بنتها مريم كما سنعلم بعد ذلك إن التحرر يكون من رقة أو عبودية والمقصود هنا رقة الوالدية وعبودية غير صليحة في العلاقة بين الإبن ووالدين فامرأة عمران تنزل ما في بطنها لخدمة بيت الله وهو المسجد الأقصى وهي بذلك تخرج عن كونها تطمح في مستقبل ابنها ككل الأمهات إلى أن تكون له مهنة زوجها في المجتمع الذي يحيا فيه أو حياة خاصة لذلك الولد أو تلك البنت فهي على العكس من ذلك تهبه لله فماذا فعل الله في تلك الهبة وذلك القربان فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن وكفدها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أني لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب آل عمران 37 بل والأكثر من ذلك قوله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله استفاقي وتهرقي واستفاقي على نساء العالمين قال عمران الآية 42 هكذا يعامل الله هبته وتنبت أي تنشأ مريم أفضل وأحسن تنشئة أو نبات إنها تنشئة الله لمن ويبت له تنشئة تجعلها من أفضل نساء العالمين فأن تحرر ابنك من رقة الوالدية يكون أفضل الناس الاستقلالية يقول الله أيضا في محكم آياته واذكر في الكتابة مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهما حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا مريم 16 من يشتكي من أن ابنه أو بنته أنه بعيد عنه له استقلاليته ربما في مكانا بعيدا نائيا علّه يكون شرقيا وبينه وبين ابنه قطيعا علّها حجاب بن دون الأهل وللمتأملين فقط ما العبرة في كون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يتيما بلا أب ولا أم ألم نلاحظ أن الله يحرره من شيء ما أو يختار له المربي الأفضل ألم يجدك يتيما فآوى الضحى الآية 6 يا ليت كل أبناءنا محمدا وكل بناتنا مريم يربيهم خير مربي وينشئهم خير منشئ إنه الله سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم زرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا النساء الآية 9 الله خير مربي فالتربية سيغة تفعيل لصفة رب وهي أحد أهم صفات الألوهية ألا وهي الربوبية فالرب هو الراعي وكون الله رب أي محققا للعناية الإلهية للعبد وما كان عطاء ربك محظورا حتى على الكافر والعاصي فهناك عناية إلهية فهيا معي نحرر أبناءنا من رق والديتنا لهم ونترك لهم حرية الاختيار ونترك الله رب العالمين يربيهم فيا الله ربي أبنائي وأحب في هذا المقال أن أحدثكم عن قصة البقرة والتي سميت باسمها أول سورة في القرآن فهي بقرة مقدسة صفراء لاشية فيها إنها بيعت بأعلى سعر البقرة وكان يملكها يتيمان قال أبوهم قبل الموت اللهم إني استودعك بقرتي هذه وتركها ترعى في الغيطان فهذا الرجل المتوكل على الله استودع الله البقرة واستودع الله أبناءه فبيعت البقرة بأعلى سعر لبني إسرائيل واستفاد من سعرها الأيتام فهكذا يفعل الله في الودائع التي تعطى له فهل استودعتم أبناءكم الله إنه ليس تشجيعا على الإهمال في التربية فقلكم راع وليس حاكما أو ملكا وقلكم مسؤولا عن رعيته وكفى بمرء إسما أن يضيع من يعول ولكن التوقل على الله في التربية وإخلاص النية لله واستوداع الله الأبناء هو الذي يجعل التربية تفلح والأهم من ذلك أن من يتوقل على الله في التربية حق توكله لا يمكن أن يصادر على اختيارات أبناءه أو يكون متسلطا عليهم بل على العكس يحرر أولاده من أي شبهة رقم في الوالدية أي شبهة تسلط أو استبداد أي حرية اختيار هذه وليت تربيتنا ربوبية بها رعاية لا تسلط لما كل هذا الخوف من الحرية ألا تعلمون أن كل ميسر لما خلق له هل تعلم لما خلق الله ابنك الله وحده هو الذي يعلم ولذا هو الذي يربي ثانيا دور الراعي أما عن دور الراعي فيكون في صناعة المناخ الصحي وتيسير الأسباب المناخ الصحي حيث الحرية والتعريم المستمر والتحفيز وتشجيع الابتقار والإبداع وتشجيع التعاون وتوفير الأمان والأجواء السعيدة المتفائلة المرحة لا تقصروا أولادكم على آدابكم فأنهم مخلوقين لزمان غير زمانكم الإمام علي في نهج البلاغة ثالثا القدوة كن إنسانا صالحا تكون أبض صالحا يستفيد أولادك من صلاحك بالرغم من أن القاعدة تقول لا تزر وازرة وزر أخرى وكل مريء بما كسب رهينة إلا أن صلاح الأبوين ينعكس على صلاح حال أبناءهم إنظر إلى صورة الكهف وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنزا لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لا تستطع عليه صبرا الكهف الآية 18 رابعا الإسلوب أما عن الإسلوب فإن أغلب آباء يوم تعلموا فقط أن يعيشوا من أجل أبناءهم وليس معهم فالشغال الآباء عن الأبناء سمى العصر كل يجري فيه أكثر من اللازم على لقمة عيشه ونسينا أن التعاطف والتضامن والمؤاذرة من الرعاية والعناية والتربية وليكن شعار الأبناء عيشوا معنا ولأجلنا ليس معنا فقط ليس لأجلنا فقط كما نسينا أن لغة الجسد أكثر اللغات تعبيرا عن الحنان والدفء فمنذ متى وأنت لم تحضن ابنك أو ابنتك أو تقبلهما أو تلعب معهم أو حتى تجلس معهم وتشاركهم اهتمامهم واهتماماتهم قال الخضر وهو يا ربي موسى وكيف تصبر على ما لم تحب به خبرة الكهف الآية 68 النبي موسى عليه السلام كليم الله والمدعم بوحي الإله لا يصبر على ما لم يحب به خبرة فما بالك بأطفالنا الذي نصدرهم الأوامر بلا أدنى توضيح أو تكهيم أو شرح أين التفاهم مع أطفال صغار خامسا السواب والعقاب كثير مننا يتشدق بنظرية السواب والعقاب فننازل نربي أبناءنا بالسواب السواب فقط ومنع السواب يكون هو العقاب وليس بالسواب والعقاب ألا تعلموا أن كثيرا من فرق الصوفية تنكر الوعيد وتشهد بالوعد الوعد هو السواب والترغيب في الجنة وعكسه هو الترهيب والإنذار والتهجيد والوعيد والعقاب والنار منقر عند أغلب فرق الصوفية فالله أحن على الإنسان من أمه فهل تلقيه في النار ولكن لو علم ذلك العامة من الناس لتجرأوا على البعاصي سادسا الندوك سأتكلم الآن عن فكرة الندوك والخبرة والعلم وعلاقتها بالسن والحقيقة أنه لا علاقة مطلقا لهذه الأشياء والسن ففي ثقافتنا الإسلامية نقول الفتى والفتاة والصبي والصبية والغلام وكلها ألفاظ لها إمارات قوة وندوق ويقول الله فوق قولنا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم التين الآية 4 ولكننا نقول مراهق خطير غير نادق ونستعمل الكلامات بعنصرية خطيرة وربما يكون صبي أو صبية أنضج من كهلة أو العكس كلها أمور لا علاقة لها بالسن ألم يقل إبراهيم لأبيه يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراتا سوية مريم الآية 43 فالله أعلم فالله أعلم أين يدع علمه وحكمته شكرا لك